مرحبا وقالله يصعد أوقاتكم جميعاً إن شاء الله دائماً بتكونوا بألف خير اليوم معنا نباة زينة داخلي من أجمل ما يمكن نباة الكورتون بصراحة هو بيتحدث عن نفسه مثل ما شايفين للسحر وجمال أوراقه أوراقه متعددة الأشكال والألوان وبتشوفوها هيك ممزوجة فيها تنوع أحمر على أصفر على برداني على بنفسجي كل ورقة بتختلف عن التانية سبحان الله مثل ما شايفين معنا فمثل ما إلنا فيها أشكال وأنواع تنوع كتير حلو وهيدا التنوع هو اللي عم يعطيها جمالة وسحرة الخاص إذا بنا نحكي عن هاي النبتة هاي استوائية وبالتالي هي نبتة محبة للرطوبة والدفئ هلا بتشوفو كي بدنا نبخى مي أول شي هي هاي عطشانة نوعاً ما أنا رح أعطيها مي بس قبل بدي أعطيها سماد عضوي من إشر الموز أنا عملته وجففته إن شاء الله الفيديو التاني منحكي كيف في الطريقة وهذا السماد غني بالبوتاسيوم والفوسفور والنيتروجين كتير منيح للنبات وغير إنه سماد عضوي بيبعد عنه أي حشرات وقافات بتضرب النبات فراح حط هاي الكمية بالمعقول مرة بالشهر مع المي يتحلل كله وبيقوي النبات لازم نعرف إنه ما بيكفي لحاله لأنه النبات بيحتاج مواد غزائية تانية فما تعتمدوا بس على إنه إشر الموز لوحده بدنا ننتبه دائماً إنه في تصريف للمي من التربة تكون خفيفة البخ كتير منيح إلا مثل معينا هي استيوائية وهي دي الأيام شوب يعني في حر النبتة هي بده إضاءة لتعطي ألوان بده إضاءة منيحة بعيدة عن أشعة الشمس أشعة الشمس المباشرة بتغليها يهروا أوراقه إلا إذا شمس الصباح أو بعض الظهر لأنه الإضاءة كتير منيحة بدون إضاءة بتلاقي ألوانة للورقة بتبهت وبدون إضاءة كمان بتسقط الأوراق فمن أحد أسباب إنه أوراق بتسقط هي إنه بيكون في قلة إضاءة هايدي لازم نعرفها مفروض ما يكون فيه جفاف ما نستنى التربة لحتى تجفل حتى نسقية كمان هيدا يعني الجفاف والمي الزايدة جفاف أو ري زيادة مشانك دائما منقول لازم يكون فيه تصريف بالإناء هيدول السببين مع ألة الإضاءة بيخلي إني وراءة تسقط البرد كمان ممنحلة هي ما بتحمل برودة أبدا فمثل ما قلنا مدى إضاءة ري باعتدال لما تجف في التربة لما تجف في الطبقة الفؤانية من التربة ومثل ما قلنا رتوبة وجو دافي عيبة لهاي النبتة منننتبه وناخد بالنا من إنه هي سامة عشان هيك إذا فيه أطفال بالبيت ننتبهه وكمان الحيوانات المنزلية وتسميد هاي النبتة مرة بالشهر بشهور النمو يعني بالربيع وبالصيف فهي هي نبتتنا المعمرة أهم شي ننتبه إنه هي بدأ إضاءة بدأ إضاءة منيح لحتى تعطي ألوان متل ما شايفين بوراقة حتى تتلون أكتر وأكتر ضروري نحفظ هايدي النقطة والري باعتدال إنه لا تعطاش ولا تغرق بالمي بالحالتين ووراقة بيهروا بشوفكم إن شاء الله بعنابات جديد وفيديو جديد وبأمان الله